طيب نروح بقى لطراع الجيش طراع الجيش والموسم الجديد كيف يدخل طراع الجيش الموسم الجديد وسط المنافسة تبدو انها تكون منافسة صعبة على كل المراكز يمكن من خلالك برضو يا أسف كريم انا عايز اشكر سيات اللواء حسام خدر الرئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس نادي طراع الجيش هذا اللواء المحترم اللي وفر لنا كافة الامكانيات علشان يحول نادي الجيش من العيبة كان عندي تسعتاشر لعب اعارة الموسم الماضي ليصبح نادي طراع الجيش كل اللي لعبته الموسم ده بيملكها لمدة سنتين ثلاثة على القل واصبح لا يمتلك ولا لعب اعارة في هذا الموسم وده اللي احنا حاولنا نعمله السنة دي واتحققنا فيه الحمد لله وعملنا فريق لطراع الجيش انه يبقى ثلاث اربع مواسم مش كل سنة هتمشيلك عشرين لعيب ويجيب عشرين فاصبح النادي مستقر لعدة سنوات عملنا فترة اعداد على ثلاث مراحل الحمد لله يمكن كل لها تكون لها بالنجاح وختمنا فترة الاعداد بمراه النادي الاهلي وبشكر برضو من خلالك برضو سيادة اللي هو ايمن المصري اللي بزل مجهود كبير جدا جدا في التعاقدات وانهاء التعاقدات واستقرار الفريق وسيادة اللي هو علاء السعداني مدير الكورة اللي بزل برضو من الجهد الكثير وكل منظومة طلاع الجيش اللي لها كل التحية والتأدير ناس بليل امانة لا تعرف اي شيء غير العمل وبنتمنى السنة دي ان احنا نظهر في صورة مغيرة تماما للموسم الماضي اللي وجهتنا صعوبات كبيرة جدا جدا وباقي الفريق في اخر مباراة فبنتمنى يكون الموسم ان شاء الله يكون الموسم مميز جدا لنادي طلاع الجيش مين ابرز اللاعبين بقى لتضمر طلاع الجيش اللي هنشوفهم ان شاء الله في الموسم الجديد يمكن احنا اللاعبة اللي كانت اعراض حولنا اعراضها لانهم بقوا ملعبين لطلاع الجيش فبيعتبروا انهم لعبة جديدة الصفقات جديدة صح وبعدين فوق منهم بس اذا كده بالنسبة لك اميز طبعا يعني اللي هو بدل ما كنت روحش اللاعبة المعارضة تمشي لا 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 هم اللاعبة كلها مميزين سواء كان كريم طارق طبعا احمد متعب طبعا حسن مجدي طبعا خالد سطوحي انا بتكلم عن اللاعبة اللي كانت اعارضها خلصت وتم تجدد الاعارباء اصبحوا بدل معارين بقوا لعبة نملك هاي عبر رحمان شيكا مجموعة لعبة مميزة جدا ودفنا لهم مجموعة من الاضافات البسيطة في المراكز تعيدنا مع مهاجم افريقيا اسمه جدون شيكا وحميد ماو وموسى دوارة واحمد الشيخ وعمر السعيد ويسر وحيد من نادي الترسان هاي وفي مركز الحراسة رجع كابتن عماد السيد كان معارض للداخلية واصبح موجود مع عمر رضوان ومحمد شعبان الحمد لله بقى عندك لعبة في كل الخطوط لعبة كويسة وغير الناشئين اللي متصعدين معانا من ابناء الجيش وفي المنتخبات زي المنتخب الولمبيا عندنا محمد شحاتة عندنا خالد عورد عندنا فارس حاتم عندنا لعبة شباب مستقبل كبير لنادي الطلاع ان شاء الله بس رحل عندك واحد من اهم اللعبين احمد سمير وراحل مين كمان احمد سمير رحل لنادي اهل بنغازي النادي شاف ان احمد معانا بقى له خمس سنين قدم مرضوط فني كبير معانا ومن حقه انه لما تجيله فرصة احتراف ان احنا نقف جنبه وخاصة ان النادي استفاده واحمد استفاد فبالتالي احنا ما بنقفش قدام ابنانا وخاصة طلع الجيش طول عمره بيصنع مدرسة بتصنع النجوم صح وبتبقى يعني انت لما تشوف مهند لاشين دلوقتي في المنتخب الوطني لما تشوف محمد بسام لما تشوف نصر منسي ولما مصطفى محمد لما كان موجود عندنا ولما تكون عمر السيش لا نادي الجيش دايما طول عمره بيقدم لعيبة لمنتخباتنا الوطنية للاندية الكبيرة فان شاء الله باذن الله يستمر دايما بيوجوده في الدور الممتاز وفي المكان اللي يليبيه ويبقى داعم دايما لمنتخباتنا الوطنية في كل الالعاب هاي ده فيما يخص نادي طلع الجيش سبتلك بقى النادي ده في اخر حدثنا عن الانداء يعني الزمالك الزمالك في هذا الوضع الصعب واضح يعني انه واضح للجميع انه وضع صعب جدا كيف هتعامل الزمالك مع الفترة القادمة والموسم الجديد دون صفقات جديدة يمكن انا بتمنى النادي الزمالك لاستقرار الكامل والدعم المحدود من الجميع انه يقف جميع بنادي الزمالك واني نادي الزمالك يظهر في صورة قوية جدا علشان دايما قوة نادي الزمالك وقوة النادي الاهلي بيدونا يعني اهمية كبيرة علشان قوة منتخبنا الوطن لان معظم عناصر المحلية بتبقى من لعبة الاهلي ومن لعبة الزمالك وبتمنى ان يكون مجلس الادارة اللي هيجي النادي الزمالك يتم انتخابه بصورة سليمة بحيث ان اللي يجي في خدمة النادي ويخدم النادي ويعلم تماما ان نادي الزمالك وجماهيره متعطشة لعودته للبطولات ويشوفوا موضوع القيد لو يقدروا انهم يساعدوا علشان قطر يستخدم الصفقات اللي هي نقصة اللعيبة بحيث ان يشوفوا الاماكن اللي محتاجين فيها الدعم ويدعموا فيها نادي الزمالك بحيث ان يظهر نادي الزمالك في الصورة اللائقة اللي تسعد جماهيره لان جماهير الزمالك مش قليلة جماهير زمالك كبيرة في كل مكان وبتتمنى تشوف فريقها في افضل صورة فبتمنى له الاستقرار وبتمنى له التميز وبتمنى له التفوق ان شاء الله كبتل عبد الحمالك على الوضع ده يقدر يخش الموسم منافس علقة بالدولة هو طبعا حينافس بس مش بالصورة اللي برضو الجماهير عايش في غليل جماهير نادي الزمالك لان شافت الجماهير الموسم الماضي ان الزمالك محتاج بعض التدعمات في معظم الخطوط فبالتالي لما ما يتمش التدعمات دي وما يحصلش التدعمات فبالتالي هتبقى الآن جماهير الزمالك على فريقها في خلال الموسم القادم يعني